اشتركوا في القناة الحوار هو الطلاب محمود موسى الفيل والمذج من التفاصيل الحوار هو الطريق الامثل والناجح الذي يرضي الاطراف في حل المسائل اذا استخدم بطريقة جيدة بغية الوصول الى نتائج ايجابية وفي ذات الاطار يأتي هذا اللقاء الذي جمع كل من امين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين وممثلي الاتحاد الوطني للطلاب الشاديين اينات بمختلف اقاليم البلاد ويهدف هذا اللقاء الى عقد مؤتمر للطلاب لاجل انتخاب المكتب الجديد للاتحاد الوطني للطلاب الشاديين بالاضافة الى عرض ومناقشة المواضع المتعلقة بمؤخرات المنح الدراسية للطلاب لبدء العام الدراسي الجديد 2017-2018 الذي هو على الابواب امين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار اكد للطلاب خلال مداخلته بان الحكومة عبر الوزارة المعنية تسعى الى تحقيق مطالب الطلاب وان ابوابها مفتوحة للحوار معهم من اجل تحسين الخدمات الجامعية التي تعد من اوليوات الحكومة ان تكون البيئة الجامعية بيئة حادئة مستقرة نستمع الى الطلاب لان رجال المستقبل اي جهود يتعلق بالطلاب نحن لن نتردد وايضا ابلغكم ان هذه السياسة هي معتمدة سياسة الحوار مع الطلاب هي سياسة رئيس الجمهورية رأس الدولة صراحة لا نقول ان القيادة العليا بالبلاد تهتم بالحوار وفيما يختص بمؤخرات المنح الدراسية للطلاب اوضح مسار بان كافة الاجراءات اتخذت ولم يتبقى سوى دفعها لمستحقيها في القريب العاجل مطالبكم الاخرى قضية المتاخرات متاخرات المنح ان شاء الله تأكدوا المكتب التنفيذي الجديد الذي تنتخبونه في الاتحاد الوطني نحن نعمل معه سويا لجنة مشتركة من اجل بحث منع الطلاب المتاخرة ودفع هذه المتاخرات لنبدأ العام الدراسي الجديد عام هادي بدون اي مشاكل يذكر ان هذا اللقاء والتشاور بين الوزارة او ممثلي الاتحاد الوطني لطلاب الشاديين اينات لم يكن الاول من نوعه بل سبقته عدة لقاءات مماثلة وهذا ما تسعى الي الحكومة في جميع القطاعات بالبلاد بهدف الوصول الى نتائج ايجابية ترجي الطرفين